بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلنا مرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ضيفنا في هذه الحلقات هو معالي شيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هاية كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح سابقا في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم أهلنا ورحمة بكم حياكم الله وبركاته بكم وفي المستمعين حياكم الله أيضا أنتم مستمعين للكرام نرحب بكم ولمن أراد المتابعة معنا في هذه الحلقات شيخنا حفظه الله يشرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح وهو مختصر صحيح المام بخاري لمؤلفه زين العبدين أحمد الزبيدي ووصلنا مع شيخنا حفظه الله نحن في كتاب الغسل وفي الحديث الثاني حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند عقد بإمام المقيم رحمه الله مناظرة بين فقهين كان يتحاوران حول نجاسة المني أو طهارته أقرأ الحديث ثم أيضا تبدأون شرحكم حفظكم راشيخنا الكريم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفرض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنبة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبدأنا بالمناظرة التي عقدها الإمام بن القيم في مسألة طهارة المني ونجاسته وتوقفنا عند المناظرات هل يلزم أن تكون كلها حقيقية أو يتجاوز فيها إلى النوع من المجاز ويتسامح في مثل ذلك للفائدة المترتبة عليها فنضير ذلك مثل ما ذكرنا في الدرس السابق المقامات المقامات كثيرة ونفعها عظيم لسيما في علوم اللغة وقد يتعرض أصحابها إلى العلوم الأخرى ومن ذلك ما يتجاوز فيه المبالغات المبالغات لأن الصدق حقيقته ما يطابق الواقع والكذب ما يخالف ما يخالف الواقع فإذا لزمنا هذا الحد وقلنا إن المبالغات تتجاوز حد الصدق قلت لأنها لا تجوز وكذلك المقامات وكذلك المبالغات المبالغات والمقامات والمناظرات وغيرها من نواع تكلمنا عنها مرارا المبالغات يعني حتى في النص النبي عليه الصلاة والسلام قال أما فلان فكان لا يضع عصاه عن عاتق هل هذا مطابق للواقع مئة بالمئة أو مثل هذا أسلوب من أساليب العرب تبعته في تعبيراتها وتتابع عليه كان لا يضع عصاه عن عاتق طيب إذا نام عصاه على عاتق أو يستثنى من ذلك يستثنى من هذا الإطلاق ما لا يؤيده عقل أو نقل يعني مثل لا يضع عصاه العقل ما يؤيده لكن مع ذلك هو صدق وحق وحقيقة لأنه قاله من لا ينطق عن الهوى من لا ينطق عن الهوى فقال مدعي الطهارة المني مبدأ خلق بشر فكان طاهرا كالتراب قال الآخر ما أبعد ما اعتبرت فالتراب وضع طهورا ومساعدا مساعدا يعني للماء طهور في الولوغ برفع حدث حكم الحدث على رأي ورفع الحدث نفسه على رأي فأين ما يتطهر به إلى ما يتطهر منه أن تقيس المني على التراب الذي هو طهور وجاءت تسميته طهور في النصوص فهذا يتطهر به يرفع به الحدث على قول أو حكمه على قول وذاك يتطهر منه صحيح على أن الاستحالات تعمل عملها فأين فأين الثواني من المبادي فأين الثواني من المبادي أين الثواني والمبادي البداية الماء نزول الماء نعم والثواني ما يتطهر به فتقيسون التراب ويتطهر به كالماء على ما يتطهر منه فأين الثواني من المبادي الثواني التي هي المبادي الموجبة والثواني ما يتطهر به منها وهل الخمر إلا ابنة العنب يقول وهل الخمر إلا ابنة العنب والمني إلا المتولد من الأغذية في المعدة ذات الإحالات ذات الإحالات الأغذية ذات الإحالات من الأغذية إلى النجاسة طعام قبل أن يأكل طاهر وطيب لكن إذا أكل واستحال في المعدة صار نجسا إلى النجاسات ثم إلى الدم ثم إلى المني يعني يقول هذا المني الذي تكون هنا بطهارته أصله طعام ثم بعد ذلك يتحول إلى نجاسة نجاسة ليس ما تحول نجاسة هو الذي صار منيا بل هذا الطعام انقسم في بطن الإنسان إلى ما ينفعه وإلى ما يضر فالنجس هو ما يضر ويبقى ما ينفع له حكمه قال المطهر ما ذكرته في التراب صحيح وكون المني يتطهر به أو كون المني يتطهر منه لا يدل على نجاسته فالجماع الخالي منه الخالي من الإنزال يتطهر منه لو ما ينزل المجامع يلزمه التطهر وأما حديث الماء من الماء فعدم انسوخ نعم فالجماع الخالي من الإنزال يتطهر منه طيب الولادة الخالية من الدم يلزم الغسل منها الخالية من الدم طيب الخارج من البدن إذا كان ما فيه رطوبة خرج منه حصات يلزمه الاستنجا ولا ما يلزمه فالجماع الخالي من الإنزال يتطهر منه ولو كانت تطهر من النجاسة لاختصت الطهارة بأعضاء الوضوء كالبول والدم الجماع الخالي من الإنزال يتطهر منه بمعنى أنه يغتسل منه ولو كانت تطهر من النجاسة لاختصت الطهارة بأعضاء الوضوء كالبول والدم وأما كون التراب طهورا دون المني فلعدم تصور التطهير بالمني فلعدم تصور التطهير بالمني وكذلك مساعدته في الولوغ كذلك مساعدته في الولوغ يعني في تطهير الولوغ فما أبعد ما اعتبرت من الفرق وأغثه وما دعواك أن الاستحالة تعمل عمل فنعم ويتقلب إلى الخبيث كالأغذية إلى البول والعذرة والدم والخبيث إلى الطيب كدم الطمث ينقلب لبنا كذلك خروج اللبن من بين الفرث والدم فالاستحالة من أكبر حجتنا عليك فالاستحالة من أكبر حجتنا عليك إنها قلبت هذا إلى طاهر الذي هو المني لأن المني دم قصرته الشهوة وأحالته الحرارة من طبيعة الدم ولونه إلى طبيعة المني وهل هذا إلا دليل على مفارقته الأعيان الأعيان النجسة وانقلابه عنها إلى عين أخرى فلو أعطيت الاستحالة حقها لحكمت بطهارته قال مدعي النجاسة المذي المذي مبدأ المني وقد دل الشرع على نجاسته حيث أمر بغسل الذكر وما أصابه منه وإذا كان مبدوءا نجسا فكيف بنهايته ومعلوم أن المبدأ موجود في الحقيقة في الفعل يقول المذي المني أول مذي من الملعبة لكن مثل هذا لا يسلم ما لا يسلم لأنه قد يوجد المني بدون مذي إذا اشتدت الشهوة حصل من بدون مذي قال المطهر هذه دعوة لا دليل عليها إلى آخر مناظر عند ابن قيمه مطولة فلا نطيل بها وأما رطوبة فرج المرأة فاحتلف فيه أيضا ففي المقنع لابن قدامى مع الشرح والانصاف وفي رطوبة فرج المرأة روايتان قال الشارح إحداهما نجاسته لأنه بلل في الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي والثاني طهارته لأن المني طاهر لما بينا وإذا كان من جماع فلابد أن يصيب رطوبة الفرج ولأننا لو حكمنا بنجاسته لحكمنا بنجاست منيها نعم لأنه يتنجس برطوبة فرجها ولخروجه منه قال القاضي ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس يعني من رطوبة فرج المرأة لأنه لا يسلم من المذي قال وهذا ممنوع فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي كحالة الاحتلام فصل بعضهم بعض العلماء بين نجاسة أو رطوبة فرج المرأة بين ما يخرج من مسلك البول وما يخرج من مسلك الذكر فما يخرج من مسلك البول نجس وما يخرج من مسلك الذكر طاهر وهذا يحتاج إلى دقة نظر عند المرأة واستشارة للأطباء قال فصل بين ما يخرج من مجرى مسلك الذكر وهذا يتصل بالرحم ولا علاقة له بمجار البول ولا بالمثانة والثاني ما يخرج من مجرى البول وهذا يتصل بالمثانة فالأول طاهر والثاني نجس وهل ينتنقض هذه الرطوبة هلوضو أما ما خرج من مسلك البول فحكمه حكم البول ينقض الوضو وقال ابن حزم لا ينقض الوضو لأنه يقتصر على ما ورد في الأدلة من النواقض وزاد على ذلك لا أثر له وقال بأنه ليس بولا ولا مذيا ومن قال بالنقض فعليه الذليل والمرجح عند الجمهور أنه ينقض أنه ينقض كل ما يخرج ما لم يكن دائما حدث دائما فله حكم هذا الحديث خرج الإمام البخاري في تسعة مواضع الأول في هذا الموضع برقم 249 قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال التوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه ثم نح رجليه فغسله ما هذه غسله من الجنابة تقدم أنه في رواية القشميهني هذا هو أقرب وهذه الأفعال المشروحة في هذا الحديث غسله من الجناة سبق الكلام على ترجمته بالتفصيل ومعانيه ومحمد بن يوسف الراوي هو الفريابي وسفيان هو الثوري وسفيان هو الثوري الآن الرواة محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وابن حجر جزم بأنه هو الثوري والكرماني جزم بأنه هو ابن عيينة وابن حجر جزم محمد بن يوسف بأنه الفريابي والكرماني جزم بأنه البيكاندي الاسم إذا جاء مهملا فكيف يتم تعينه ويجزم به أولا سواء وصلنا إلى تعيينه بدقة أو لابن صل فهو يتردد بين راويين ثقتين خرج لهم البخاري فلا أثر سواء روا عن سفيان الثوري أو ابن حيينة يقول وجزم الكرماني بأن محمد بن يوسف هو البيكاندي وسفيان وابن عيينة ولا أدري من أين له ذلك إذ حافظ الذهب له قاعدة في تعيين أحد السفيانين في أسانيد الأئمة قال إذا كان بينه وبين المؤلف راوي واحد فالذي يغلب على الظن أنه ابن عيينة لأنه متأخر وإذا كان بينه وبين المؤلف راويان فالذي يغلب على الظن أنه الثوري لأنه قديم ويخرج عن هذه القاعدة شواذ لأنه قد يوجد راوي قديم ويعمر فيدركه من دونه وهكذا الموضع الثاني الموضع الثاني في كتاب الغسل أيضا في باب الغسل مرة مرة الغسل مرة مرة قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه ثم تحول من مكانه فغسل قدميه قال ابن حجر قوله باب الغسل مرة مرة قال ابن بطال يستفاد ذلك من قوله ثم أفاض على جسده قال ابن بطال استفاد ذلك من قوله ثم أفاض على جسده لأنه لم يقيد بعدد ما قال مرتين ولا ثلاثا والأصل عدم التعدد فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة لأن الأصل عدم الزيادة عدم الزيادة عليها انتهى وللكلام بقية إذن هنا نصل مستمعي الكرام إلى نهاية هذه الحلقة ونحن نكون إن شاء الله مع شيخنا الكريم في الحلقة القادمة إن شاء الله ما تبقى من أطراف هذا الحديث ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا مع الشيخ الدكتور عبد الكريم عبدالله عضو يتكبر علماء وعضو اللجنة الدائم الإفتاء سابقا خير الجزاء وأن يمتع به وأن ينفع به أيضا نشكركم مستمعين الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا حتى المتقابكم في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته